أعيس عليك كمان على زيزو انت قلت لي وإحنا قبل ما نخش على الهوى أن زيزو لازم نستغله أو يعني إمكانيات زيزو لازم تترجم في الملعب بهدف أعلى من كده أنت واحد من مميزات زيزو اللي كنا بنقول إن إحنا يعني كان بقلنا كتير قوي ما عندناش اللعيب اللي بيعمل الكرات العرضية بالدقة دي وحمد سيد زيزو المباراة الأخيرة قدام منتخب كاب فيردي ست كرات عرضية لزيزو وبيلعب في المكان صلاح اللي هو مكان زيزو الأصل اللي ظهر وتوهج فيه مع نادي الزمالك قبل بعد كده ما يتحول إجناح شمال أو لعيب عشرة أو تغيير مركزه أي إن كان حتى مع المتخب ست أو خمس كرات عرضية كريم ولا واحدة صحيحة ودي واحدة من النقاط السلبية اللي أنا ما كنتش مستنىها من زيزو لا برضو عشان نوضح للناس ولا واحدة صحيحة دي معناها أنا ما وصلتش لحد ما وصلتش لحد لا متعملاش بلوك يعني هي الأوفر يتعمل بس ما فيش دقة في عملية الإرسال اللي أنت كمان عندك واحد من أفضل مهاجمين الموجودين مش هنقول في البطولة في القرة في استغلال الكرات العرضية وكمان أنتو اللي اتنين مع بعض في الزمالك اشتغلوا كتير على النقطة دي وفيه انسجام كبير واضح ما بينهم فأتمنى إن زيزو يكون فيه استغلال للنقطة دي وإحنا كمان عندنا مهاجم مميز في النقطة دي وعندنا العيب مميز في إرسال الكرات العرضية سواء من كرات السابت أو كرات المتحركة فأتمنى إحنا نستغله خاصة إنه هو كمان بلعب في المركز اللي هو بيحبه اللي هو مركز الجين أحبين عيسنا ليا التعليق عليها إن دفاع كبير دي عندهم أطوال وشطرين قوي وعندهم وعي أكتر كتير من دفاع الكونغو اللي نتمنى إنه ممكن بقى سنائي تزيزو ومصطفى محمد تسمر بإذن الله